نشوف التاكت هي موجودة معنا نشوفها على الهواء مع بعض نشوف شكلها حارك أصدق على المثلث اللي هو البرالجي طب اشرح لي أن دي أصدق النجمة دي اللي هي يعني هي محاولة طبعا محاولة لتشكيل النجمة السوداسية يمكن التفاصيل اللي هنا مش بينها ده ده اللي عملوه على التذكرة فيما أذكر يعني أنا لم لم تقع في يدي تذكرة الدعوة وإنما كل الكلام ده ما القصد منه لماذا الاحتفال بالهرم الأكبر ليه مش الاحتفال بوادي الملوك ليه مش الاحتفال طب وليه الهيئة وفقت لهم مبدئيا كده أن هم يروحوا يعملوا الحفلة للأسف يعني يبدو أنه مع دولش علم مثلا ما كانتش يمكن ملمين أو بالصورة لم يستشر أصحاب الخبرة في هذا الأمر لأن أنا سنة 2000 في نهايتها تحدثت مرتين في صباح الخير في نفس اليوم وفي مساء الخير في نفس اليوم وشرحت القصة بالتفصيل ولهذا تنبه الناس بس خلاص كان الأمر وقع وكان لابد أن تحصل احتفالي كنت أتمنى أن الزملاء في المجلس الأعلى الآثار يسألوا ويحصلوا على المعلومات اللذمة حتى يمكن أن يرفضوا من البداية هم في الأول وفقوا ثم كما نشرت اليوم السابع وغيرها ثم رفضوا هذه لكن اليوم السابع أبرزت الموافقة نحن لا نتهم أحد وهم لا يقصدون ولا ليس هناك سؤنية لأنه رجال الأثار في الهرم وقفوا بقوة لهذا الأمر وأنا على اتصال بهم ولا أريد وحالك تعرف الأحداث اللي حصلت بالضبط ياني اللي حصلت جول هرم اللي فيما بعد الدخلية قفلت الهرم الملكمي محدد داخل جسم الهرم لم يدهل أحد فيما أعلم ووزارة الدخلية مع شرطة السياحة والأثار وأنا كنت رئيس هذه الأثار دعني بقول لحظيك مرتين وأعرف اختصاصات كل جاعة بالتنسيق مع المجلس الأعلى الأثار ممثل في مدير المنطقة قال له السادة علي الأصفر وغيره هم الذين منعوا بل حتى يثبتوا للشباب أنه ليس هناك من حدث يجري خصصوا أوتوبيسات ونشكرهم الداخلية والأثار والأتوبيسات طافت بالمنطقة يعني مجموعة 6 أبريل راحت ومجموعة من اتلاف شباب الثورة ومجموعة الدفاع عن قضايا الأثار كل شارك وكان في مجموعة منتظرة عند مدخل منطقة فندق مينهاوس انتظروا لكي يتأكدوا وكنا على اتصال دائم أنا كنت على اتصال بالشباب ومع الأثرين وكان كل مجموعة بتتجمع بيركبوا أوتوبيس وبيلفوا حوالي المنطقة لكي يتأكدوا ليس هناك منفذ من ناحية أبلهول وليس هناك منفذ من ناحية طريق الفيوم إنما المنفذ الوحيد أنا راجل اشتغلت سنين في الهرم المنفذ الوحيد هو من ناحية مينهاوس أحكموا هذا المنفذ ولم يدخل أحد ولم تجري أي احتفالية وإذا كنا اللي بنهدف إليه إن احنا لا يجب أن نحقق رضهم يعني أهدفهم كانت واضحة المساج وصلت ويعني يارب تكون الناس فهمت يعني ما هي الماسونية الماسونية وأهدفهم إيه وأهدفهم إيه بالضبط وهل هم موجودين كتير موجودين في مصر هم بيقالوا أعدادهم ما بين 7 إلى 8 مليون في العالم تنظيم عالمي تنظيم سري عالمي كم واحد في النصر لا ندري وهل هناك صلة ما بين الأعضاء المصريين وبين التنظيم الله أعلم لا نستطيع أن نشكك في وطنية أحد بشكرك جدا على وجودك معانا هاردا مرسي وكان معانا مشاهدين دكتور عبد الحالين نور الدين هو أمين عام المجلس الأعلى للأثار السابق وأستاذ الأثار المصري بشكرك جدا شكرا جديدا شكرا جديدا شوفونا بعد الفاصل لسا معانا فقرات تاني